موسيقى وأعتقد أن ذلك كان أكبر خطأ ارتكبه بشار الأسد في حياته لو أنه عقد السلام معي في كانون الأول 2008 لما عانوا من الحرب الأهلية لأنني أعتقد لو أنه عقد السلام مع إسرائيل وأنهى العداوة بين وبين سوريا كان هذا سيجعل سوريا ديبلوماسيا مرتبطة بإسرائيل مع سفارات وعلاقات تجارية وفتح الحدود كان ذلك سيفتح البوابة إلى واشنطن وأوروبا ويمكن أن أقول لك أن الرئيس بوش قال لي أريد قال لي وأقتبس كلامه كلام الرئيس جورج ديبلو بوش أريد أن يعرف الأسد أن الطريقة إلى واشنطن تمر من القدس فلو عقد الاتفاق بين إسرائيل والسورية لفتحت أبواب واشنطن له مع الرئيس بوش وشيء نفسه عن أوروبا هذا كان غير الأوضاع في سوريا تماما وكان منع حدوث الحرب الأهلية شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة